فارق جبر كدك بين تجميل الأسنان وتشويخ الأسنان تجميل الأسنان بالذات أول خطوة الحالة لازم تاخدها هي أنها تروح لدكتور تجميل الأسنان دكتور تجميل الأسنان هو اللي عنده الأدوات والفيجن اللي تقدر تحول من الشكل اللي مش مصبوط لشكل جمالي متناصب ده إجراء مهم جداً ده حاجة في وشي إحنا بنتعامل دائماً كده عندنا شعار اسمه التجميل في التفاصيل الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كلية طب الفم والأسنان جامعة القاهرة تخصص في مجال تجميل الأسنان عضو الجامعية الأمريكية لتجميل الأسنان عضو الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان جامعة نيويورك سبحاني الرحب بصديقي الغالي المبدأ دائماً لأستوى الدكتور نور الدين مصطفى أهلاً بيك الدكتور وحشني والله وأنت وحشة جداً الناس بشوفنا كل أسبوع بقى سحنا وحب نتفلش كل أسبوع الحقيقة أنا عايز أبدأ معاك الأول بالنقلة الرائعة اللي وعي تعملتها في الساطر الأخيرة في سياحة العلاجية في طب الأسنان التجميلي في الزراعة في فرقة كتيرة أنا عايزك تكلمني على النقلة الأول قبل ما ندخل بقى في برانش التجميل وطبعاً إنت لو تفتكر إحنا أقول ما بدأنا مع بعض بقى أكتر من عشر سنين كان الهدف عندنا أن نبدأ ننقل الوعي عن طب الأسنان كل الجديد اللي فيه ولما بدأنا مع بعض كان معظم الناس لما بتفكر تعمل أسنانها سواء في الدولة العربية أو في مصر بيفكروا في برى مصر نفسها إحنا كان دورنا إن إحنا نستقدم أحدث التكنولوجي في العالم ونوفر الفرق الطبية لأن التكنولوجي العالية دي محتاجها فرق مدربة على أعلى مستوى فكان لازم نجمع اللي اتنين مع بعض علشان نبدأ ننافس البلاد دي في الأول ونثبت إن إحنا الشغلة عندنا أعلى والنتاج عندنا أعلى لغاية دلوقتي مقت البلاد دي نفسها الحالات بتجنى منها يعني على أعلى مستوات لو كلمنا على الولايات المتحدة الأمريكية بيجنى حالات منها ألمانيا أنا بنكلم على البلاد بتوفر تكنولوجي وعلم ألمانيا السويت سويسرا وطبع للمنطقة العربية طبعا للمنطقة العربية كانت بتتجه لبلاد تاني بره المنطقة العربية كانوا بيروحوا الهندو بيروحوا الهندو الفلبين وطايلاند وتركيا كل ده خلاص بقى الحمد لله الحمد لله بقى بقت مصر الوجهة الأولى للعلاج والتجميل وخلينا نسبق دايما العلاج بالتجميل يعني أقطر من التجميل كانت عايز أبدأ بالتجميل الأخطاء اللي أنت شايفها دلوقتي بقت شائعة في 2020 إيه اللي أنت شايفه ككونكلوجيا عام على أخطاء التجميل اللي ممكن برضو خلت أنه يعني زي ما يقوله الإبداع اختلطة بيه يعني الاجتهاد المش جيد طويل خلينا نتفق أن تجميل الأسنان بالذات كفرع يعتمد على موهبة الدكتور والموهبة اللاب اللي هما الانتجريشن مع بعض لأن في الآخر التجميل حس وزوء وعلم ثلاثة مع بعض بس خلينا نتفق أنه لو عملت كلية فنون جميلة والناس اتعلمت فيها مش طلع دافينشي هو لازم يكون في الأساس عنده موهبة التجميل لشانه عنده الحس والزوء اللي هيعرف يصمم به الابتسام فيها جزء كبير علمي في التصنيع علشان تطلع المنتج في الآخر فنيا أو في التكنيك يبقى سليم لكن كتجميل الاند ريزلت في الشكل والشيب واللون والحاجات دي لا دي تكوينة ليه علاقة بمهارة أو مش بمهارة بموهبة الفريق الطبي اللي شغال علشان يطلع لي منتج في الآخر جمالي طبعا احنا الفترة اللي فاتت يعني ناس كتير زي أي حاجة بحصل فيها ترين بيبدأ يتدخلها بعض الناس اللي غير متخصصة فيه فبدأنا نشوف نتائج مش مزبوطة انت نفسك هتسمحها من الحالات الحالة اللي عملت تجميل ومش مبسوطة تقولك والله انا عملت تجميل وبقى عندي وبقى تدحكتي مش حلوة وفي بعض الناس اللي نفسها تعمل تجميل وبدأت تخاف تقولك السانة خايفة اطلع زي فلانا السانة خايفة يحصل لي المشاكل اللي هي شافت طبعا لازم نتفق ان المشكلة الاساسية نبع من حاجتين نبع في الاساس من الحالة نفسها ان الحالة لغاية النهاردة ما عندهاش الوعي الكافي لاختيار دكتور تجميل الاسنان السليم الحالات لإما بتتشد يعني احنا في بنامج تلفزيوني تمام؟ انا ممكن اطلع اقولي ان انا اعظم دكتور تجميل على القرى الارضية وعندي احدث حاجة في العالم انت فين؟ مصدقني ازاي؟ يعني ايه الحاجة اللي لازم تصدقها؟ انك لازم الاول تسأل على الحالات تشوف الحالات نفسها الفيدباك بتاع الحالات نفسها بقى موجود على السوشيال ميديا الحالات نفسها بتطير انما انا بستغرب جدا حالات بتروح لدكتورة ما سألتوش انت عملت ايه قبل كده فانا اسف لو عملك اي حاجة هو مش مسؤول يعني انت في الاخر اللي اخترتي غلط انا مش شغلق يعني انت عارف لو حد جيه اقول له يلا هنخليك توم كروز خد خمسين مليون جنيه دلوقتي وانزل مسر هيقول لهم لا لا ده الفل يلا بينا اه يلا بينا يلا انا اه انت اللي عرضت علي خد خمسين مليون انت اللي عرضت انت اللي جاي لي برجلك اه فانا دايما بلوم كل الحالات تكسم الغلط اللي حصلت مش عارف دكتور انا حالة جايلي وانا بيعمل لي تجميد هيقول لها لا يلا نعمل انا قد دينا بنتعلم بنتمرن هنشوف ايه هنشوف النتيجة مع بعض لكن فاني يقول للرسل ايه الزب فيه ناس كتير بتجيلي عملت سنانها اقول لها طب حضيك الحالة يعني روحتي اخترت الدكتور بناء عليها والله شفت يعني الانتريع عنده في البداع شكلها حالي في الاعيادة شكلها الليفنج عنده حالي دي بجد والله فيه حالات بتختار مش بالاساس العلمي بتختار بالشيب طب حيك شفت الحالات اصلا ما مش حتت حالات على الصفحة بتاعت طب حيك مش حتت حالات روحتي له ازاي لا وفيه ناس بتقول حالات مش حالاتها دي حاجة تانية بقى بموضوع تاني اننا حطت حالات جاية من جايبها من على النت بتاعت حد تاني هنا بقى لازم اتأكد ان الدكتور ده فعلا دكتور تجميل فيه ناس فيه ناس بتعمل حاجة لطيفة جدا بتطلع الحالة معنا فساها وده الصح يبقى هنا يعني ولا انا ما يالي ان انا اطلع عن ناس اللي بتقول تلات ايام عشان هتحك عن ناس وقلهم كل التجميل بتعمل في ثلاث ايام ولا بخاف ان الحالات تطلعتون احنا قدنا ثلاث شهور لان معناها ان احنا تعبنا معاها واكتهدنا عشان نقل حالتها تحتاج حالتها كانت تحتاج كده جاية كانت عاملة سنانها وكان فيه مشكلة كبيرة اتعاملت بشكل مش مزبوط بدأت تأثر على عظم السنان السنان بدأت تتلخلخ وهتتخلع فانا هنا دوري الاول ان انا ارجع السنان لوضع صحي والانسجة الدعمة اللي حواليها وبعد كده ابدأ اجمل موضوع الاستعجال بقى يلا نجمل ده انا ضده تماما انا مشتغلش التجميل اللي اذا كانت الحالة خلاص مؤهلة بشكل كامل انها تبدأ في اجراءة التجميل انت بجابتنش على سؤال عشرين عشرين انت انا متعود دايما انت بتعمل فيهرس كده جمعي للاخطاء الشائعة للتجميل يلا احنا عندنا صور نبدأ نستعرضها كده مع بعض ونطلع من كل صورة كانت ايه الاخطاء التجميلة اللي فينا والله وحشني ايه وحشني بقى العب يا باش الديني يلا بينا اه اول صور احنا دا خلاص احنا خلاص قلنا ان ايه ان لو الحالة اختارت صح يعني دايما المشاكل بتبقى في اختيار الدكتور طيب لو اختارنا غلط بقى هنبدأ ان نشوف بقى ايه كل المشاكل دي زي ما حاك شايف ده تجميل انت شايف اللي فوق ده دي واحدة عاملة اسنانها هل ده تجميل لا قال الاسنان اللي فوق دي معمولة بشكل جمالي لا ليه مرصوصة رقم واحد شكل ما فيهاش اي نوع من انواع الحياة اه تاني حاجة الزيان كلها طول بقى يعني الناب طول السنة اللاترال طول السنة السنترال حد جاب سكينة كده وقام طاك الماتيريال نفسها صباك بالزبط كده انت اول ما هتشوف الحالة دي هتقول انها عاملة اسنانها يعني اول ما هتجي على السنان دي هتقول السنان دي معمولة ليه لان الدكتور اختار مواد غلط عمل ديزاين مش مظبوط الاتنين ال ال اسناء بقى التكنيك ده انا بسميه تجميل البلوكات يعني ايه تجميل البلوكات احنا عندنا طريقتين عشان الناس تبقى مستوعبة بقى التجميل بتعمل ازاي احنا عندنا طريقتين في تصنيع القصور التجميلية والتجان التجميلية او الكراونز او التربوج اللي هو التجميل عامة في طريقة البلوكات وطريقة الهنديميد طريقة البلوكات ان هو الجهاز بينعمل ديزاين والجهاز بيوم خارج بلوك يتاخد البلوك ده بعد ما يدخرد يخش الفورن يطلع يتحطي بقى الحالة حضرتك بقى رحت عملته حد قريبك راح عمله حد صاحبك راح عمله طلعه نفس الشكل نفس الديزاين نفس النفس في الآخر كأنك بزبط رحت الحاجة بتصنع للناس كلها هتاخده واسع عليك شوية لا دقيق عليك شوية مش مزبوط مش بتاعك تمام وما فوش التفاصيل التجميلية فوش ديزاين فيه تجميل بقى الهنديميد هنديميد يعني ايه يعني حاجة ده مش بلوكة اصلا ده بيبني طبقة على طبقة على طبقة ويفضل يخش فرن ويطلع يتعمله طبقة عاد تاني زيادة لغاية ما نوصل للتفاصيل في الآخر اللي الدكتور رسمها لك نشوف الصورة تاني ما هي دي الكلام الصورة تاني اللي هي التحت بقى اللي تحت بقى عيننا بقى تروح للي تحت نشوف بقى التفاصيل إن اللي انت قلته ده بقى هو اللي احنا نتعمل تحت الصورة التحتانية دي اهي بص بقى تفاصيل السنين تحت عامل ازاي الطول مختلف لأ طول مختلفة لا التكتشر نفسه بتاع السنة الجلء الشفاف ايه تيكتشر؟ حلو تيكتشر ده اللي هو ملمس سطح السن مش مش حاجة عاملة زي البلاطة وتلزعت على السنين لأ السنين دي لو انت كبرتها قوي هتلاقي ان فيها تمويجة بتاعة السنين الطبعية فيها خطوط في سطح السنة حتى بتعكس الضوء بتعمله الناس اللي درسها تصوير فيها اسمها سوفت بوكس السوفت بوكس ده لما الإضاءة تنزل من الفلاش مرة واحدة بتعمل اسمها لاسعب بتلسع لأ السوفت بوكس ده بيطلع الضوء سموث فبالتالي ما تلاقيش الصورة لاسع هنا التمويجة اللي جواه سطح السنة وان هي طبقات فبتتفعل مع الضوء زي السنان ربنا خلق انا دايماً قلنا في حلقاتنا القديمة ان دايماً السنان اللي ربنا خلقها لما الضوء بيقع بيقع عليها بتعمل ثلاث حاجات بتعمل تلات حاجات بتعمل تص جزء او شفاف المعادن بتنتص بس وتعكس ما بتعديش عشان كده ضل في بعض المواد اللي حتى ما فيهش معادن زي 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 نوع من النوع الزركونيا مش كل الزركونيا طبعاً بتبقى ضل ما بتعديش الضوء فبالتالي استخدامي للمواد واختياري ليها كأنني بفصل لك القمشة اللي انا هاخدها اللي تليق عليك فبالتالي انا عايز اول حاجة ايه اضحك على العين وبالك الناس متخيلة ان فكرة ان انا عامل سناني فالناس تبص علي ايه ده انت عملت سنانك اصلاً ده غلط فكرة ان انت عاملت سنانك ده مش مظبوط الفكرة ان الناس تقولك سنانك حلو انت عامل فيها حاجة يبقى شاكك من جوان انت عامل هو فكرة انها سنانك دي مرسوسة قوي هي مرسوسة قوي اه حلوة بس بس هو شاكك انت عاملت تقويم انت عملت تبييد. انما فكرة ان انت مركب دي. دي فشل للدكتور وفشل الحالة اللي استلمت السنان ومشي بيه. فلازم نكون مركزين جدا ان التجميل في الاخر هو خلفية ليا. يعني يدي انطباع حلو عني. لكن ما باش هو متصدر المشهد لا باللون ولا ان يختف عيني بالشكل اللي مش مزبوط. هو في الاخر لازم يبقى متناغم او في حالة هارموني مع شكلي مع لون بياد عيني مع حجم وشي مع طوله. عرضه المسافة ما بين قلين حجم الانف الويدنس او عرض اللي بتسامة بتاعتي كل دي معادلات. الدكتور التجميل بيبقى واخد باله منه وهو شكلي. اطلقلك بقى دكتوره من السنان الجواية. تيه حاجتين عاجبيني قوي في التصميم ده. عاجبيني قوي على قدي يعني. الحاجة طبعا غير اللي انت قلت كله ماذا كله عاجبني جدا لكن الاطراف الشفافة بتاعت السنان عاجباني جدا. والفمناين كاراكتر بتاعت الناب. ده كده انت دارس تجميل لان لازم لازم نبقى عارفين ان فعلا التجميل للراجل غير التجميل للسكتر. كل واحد ليه لين مختلف عن التاني تماما وعايز اقولك كمان ان حتى الكاراكتر. يعني فيه بعض الوظيف لازم نبقى عشان كده احنا بناخد تحليل للشخصية اللي قدامنا. نوع شغله ايه لانك ممكن فجأة تحوله من ان هو طبيعة شغله مثلا فيها سرامة او جدية. تبدأ الناس هو بتعامل معاه تحس ان هو لا ده بالعربي كده كيوت فما ينفعش. فانت لازم تبقى بتتعامل مع الشخصية عشان كده ناس تسأل هون ده ليه تسأل احنا بنشتغل ايه وتعلمنا ايه ووظيفتنا ايه. زابط غير ممثل غير قاضي غير مطرب. اه انت عندك الوسط الطرى بكوان. هقمه ليه بقى. ليه بالذات المطربين يعني بيتوجهوا علينا بشكل كبير لان احنا بنشتغل تكنيك اكتر من يعني التجميل لازم. بس لازم في الاخر في اسمها فوناتكس. المغني ده بالعربي اكل عيشوا الغنى الصوت. فيه ناس بتروح تعمل سنانها بتجي ما بتعرفش تنتقى الحروف. لا سين ولا شين ولا زين. انا تلاقي حرفين طاعة او ثلاثة طاعة. طب هو المغني اصلا شغلته الغنى. الكلام. فانت لو بوستله دي. وقت لنا حالات كده. باز اكل عيش. قلت لنا حالات مشهورة جدا. السين راحت. لا كانت كانت حتى مخطر احترافياتها كانت بتقول كده. بابزل مجهود شديد جدا عشان اغني صح. بس اليوم اللي انا جيت عملت فيه سنان تاني يوم كان عندي حفلة مهمة جدا. انا الاول مرة اغني بعد عشر سنين اغني وانا مرتاحة بدون ما بابزل مجهود. مهم. فدي كانت شهادة نوع. احنا الحمد للقدينا نعمل شغل من اول يوم. تقدر الفوناتكس او نطق عندك يبقى سنين. طيب. قل لي القول الفصل. هل هي تكنولوجيا بدأت تضغى على الامور دلوقتي. وزي ما نقول وهي اللي بتسير الاعمال. تمام. واكيد مهارة الدكتور ما زالت موجودة. بس كم في المية؟ هتفضل مهارة الدكتور المية في المية. ياه. هتفضل هي المية في المية. هاكي التكنولوجيا مهمتها ان هي توفر وقت ومجهود. لكن عمرها ما هتقوم بدور الحرفية والموهبة بتاعت الدكتور. في التجميل. خبالك انا بتكلم في التجميل. التكنولوجيا لها ادوار كتير جدا في علاج العصب. تساعدت الدكتور. خلت رفعت من النتائج. في الزراعة رفعت من النتائج. لكن في التجميل. التجميل ده لوحة. خلينا اتفق انها لوحة. اللوحة دي محتاجة موهبة. ممكن اكون دارس كويس. وطلع حاجات شكلها معقود. لكن الموهبة الفزة. لا. عشان تطلع تجميل. يعني الحمد لله. الناس دلوقتي. بقى فيه شيب وشكل. الناس عارفة ان ده بتاعنا. ليه. فيه بصمة الفريق الطبي والدكتوري. ده. ده الفرق. ان شايف السنة دي. كده السنة ديسة مدخلتش الفرن عشان تاخد شكل ان هي. شايف فيها كاملون. دي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. دي الوان كتير او. سبعة. تمام. انا شايف سبعة. ازرق وفضي ودهبي. درجات من الالوان كتير. درجات اه ورماضي. اه. علشان طلع سنة قريبة جدا من الاسنان الطبيعية. احنا الاسنان الطبيعية دي بندرسها تشريحيا. وتفاعلتها مع الضوء. طيب. التكنولوجيا هنا فدتنا في ايه. فدتنا انها خلقت لنا المواد. اللي ما عملها بايدي ووزحها صح. تدين الشكل الطبيعي الاسنان الطبيعية. تمام. بس بقى بالمواد دي لو انت خدت المواد دي. المواد دي رصة كده تبدأ ترصه قدامك تملى. التابل دي. ومسكهم كده في ايدك بس مش عارف هتعمل بيهم ايه. ومش عارف الحتة الجمالية ما انا ممكن احط حتة شفافة. تبقى عاملة زي الازازة كده في اخر السنة. وشفناها. او سنان صلد. مفاش اي شفافية. لأ انا كل حالة لها الشفافية اللي تليق عليها بدرجاتها المختلفة. برسمتها المختلفة. الشفافية دي اللي انت كنت بتعلق عليها في اول لما شفت الصورة. هي مش بتر بعمله لك وبعمله لي وبعمله لكل الناس. لأ ده كل حالة لها بتر. كل حالة لها اللوبس اللي تليق عليها. في ناس يليق عليها شفافية زيادة. وفي ناس ما يليقش عليها شفافية اصلا. لما تبقى بغاد عيني تضل قوي. على ما فيش اهم حطيت له شفافية زيادة. والشفافية اللي هي الخط اللي هي عاملة كده دي. دي لأ مش مش عيس ما كده. هي في الآخر. هي الشفافية بتيجي ان السنان في الطبيعية بتتكون من دنتين. وبتتكون من انام الاهمينة. بيتوزعوا الطريقة معينة. في عيس ما لوبس. وجروبس. الاتنين دول مع بعض. بيدوني بقى الشكل الشفافي الطبيعي. تفرق من واحد للتاني. ومن حالة ومن ست الرجل. حالة كتير قوي. تسمح لي. ارجوك. قابل اللي هي فوق. طاق. شيكلس دي مش مش بلوكات. دي حاجة اصعب من البلوكات. لأ دي بقى تيريال بقى تاني غير البلوكات. يعني الاولانية. شفت مشان. الاولانية كانت بلوكات. بص. عيب عليك ده عشر سنين. عشرة. ده انا يعني ده انا تحت جلدي. زاركوني يا مو. فلأ طبعا كل واحد اللي حاسس جدا يعني. معلش انه محترمش خالص السيرفس بتاع السنة خالص. يعني هو عملها سيراميك. تمام. دي اوحش بقى. دي بقى اتدحك على ناس كتير خلال اخر خمس سنين. وراح عمله تجميل وتقلوهم ان ده ايماكس. او تقلوهم ان ده سيراميك. ده بلاستيك. مش اقوله كومفوزيت ولا. ده بلاستيك. اه 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 اه. حسيت ان ده. عارف اللي عارف الاشاني بتاع الحمامات القديمة. لا ده اوحش. الاشاني برضو سيراميك. ده بلاستيك. البلاستيك ده بيتعامل بدون تحضير للأسنان خالص. ودي برضو الحاجة التانية الغلط. اللي هو الدكتور بيهم اي الحالة ان احنا مش هنبرد السنين. طيب حك لزقت البلاستيك ده ازاي يا دكتور؟ بيلزقوا. الاول بيحط فوسفوريك اسد على السطح السنة. عشان يأكل منها. لان هو مش يقدر يلزق الكمفوزيت على السطح السنة السليم. فيفاهم الحالة ان هو ينفع البلاستيك ده يتشال من غير. وتمشي السنة وتمشي بعد كده. ده طبعا غلط. بعد ما هتتشال التركبات دي اللي ركبها. هي السنة بقت خشنة. سطح المينة بقى كله بقى عام زي الازاز المصنفر. هيلون خلال الاسبوع عشر تام. فلازم تركب تاني. ولازم تركب بالتكنيك السليم. فرق بين اللي اتنين بص هنا لسه شكلها عاملة ازاي؟ صحيا؟ اطبع. هنا الناس لازم تبقى فهم حاجة. ان التجميل رقم واحد حاجة اسمها بيولوجي. رقم اتنين حاجة اسمها فانكشن. رقم تلاتة اثاتيك. الاثاتيك اللي هو التجميل يتقال ثالت حاجة. هنقولهم بقى بالعربي. عارف لما يجي يقولك الادب فضلوه عن العلم؟ انت رح تتعلم. يقولك الادب فضلوه عن العلم. ليه؟ لانك مهما كنت متعلم لكن ما عندكش الرولز هتبقى انسان منبوز. التجميل مهما كان حلو وتغادى عن البيولوجي اللي هو الصحة بالعربي والفانكشن اللي هو الوظيفة بالعربي يبقى التجميل ده ملوش اي لازم. يعني رحت عملت تجميل. ازالي صحة اللسم. ازالي صحة الاسنان. ازالي صحة العظم بتاع السنان. اعمال لي فراغات. اعمال لي زوء. جمع لي الاكل. مدام مدام جيه على حساب. الصحة يبقى زيرو. تمام؟ الجيه على حساب الوظيفة يبقى زيرو. يبقى انا رازم في الاساس انا شغال بعمل التجميل بتاعها عشان هي عندي اسنان. باكل بها صح. ومش مقصرة على لوظيفة السنة. لا في النطق ولا في الاحتمال ولا في الاكل. وفي نفس الوقت الصحة العامة للليسة والانساجة الدعمة سليمة. ده التجميل الصح. اي بقى مواد بستخدمها. اي تكنيك بستخدمه. في الناس متخيلة انها تروح عند الدكتور. يحضر السنان يلزق السنان شكلها حلو. هي مبسوطة. حضرتك ده مهمة قوي قوي قوي. التحضير ده تعمل ازاي؟ ده التحضير ده هو الاساس. هيتعمل لي فينش لاين او تعمل لي بالعربي كده. حل جوه السنة. تباد جوه الفينير او الكراون. بحيث ان تبقى علاقة اللسة بالاسنان سليمة. ما تخشيليش بقى بواقي الاكل ولا تبقى مفتاحة. ولا عاجة حط ضفري على السنة هتعلق. فبالتالي الاكل هيخش. او بواقي الاكل هتعلق تعمل لي التهابات في اللسة. كل ده مش مظبوط. التجميل يزبقوا تحضير صح. بعد كترة متخصصة في التحضير. لانه عملية ضفقة جدا. هك ناس كتير جد باسنان شكلها حلوة على فكرة جدا. بس عملت مشاكل رهيبة للاسنان اللي تحتها. الدكتور اللي حضر ده في جزء مهمة قوي. اسمه يوم اللازق. يوم اللازق. يوم اللازق ده ما ينفعش وحلاج كتير جد قعدة شهر. السنان بينها مقفول باللازق. بوز اللسة وعملها التهابات واضطرنا نفك السنان. ونعمل علاجات عصب ونعمل علاج. نتيجة البوائي للازق اللي تحط بين السنان وما تشالش. فالتكنيك نفسه مش سهل. مش موضوع شكل بس. لأ لازم هتأكد ان اللي بيشتغل لي ده دكتور متخصص في التركبات. علشان هيحضر لي صح. علشان هيلزق لي صح. فذكرت ان انا باخد الشكل دي. لا ننساها خالص. الشكل في الاخر هتاخده. لو بتشغل مع دكتور متخصص في التجميل. فهو قريدي عنده من الخبرة اللي ياخد الحالة بتاعتي يوديني لطريق الامان. ما رحش بقى ايه اناقي بقى بكل. الدكتور ده كلامه شكله حلو. كلامه وهيديك كلام. هو هيديك سنان في الاخر. دور في الاخر انت زي انت النهاردة جاي تعمل بيت او جاي هتفصلي فستان. بتعودي تعصوري الدنيا كده عصر. عشان تنقي. بتقولي الله ده ده الستايلو حلو. لا 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 ده الستايلو مش نافي عني. لكن عمرك ما بتروحي للستايلو ستايلث. او المهندس ديكور علشان طلع في البرنامج قد كلمتين حلوية. بيشوف شغله فبعد ازنكو اشوف شغله اشوف اللي فيه بتاع الحالات اسمع من الحالات. اااااااا دايما انا 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 بقول ان المشكلة في الاخر servus تروح عنده دكتور مش متخصص في التجميل. والدعاء نيتايج مش مزبوطة. ضيف العزيز ا gösterد دكتور الوردين الصفا طبعا. يعني عضو جماعية دولية لزراعة الأسنان بجماعة نيويورك والمدارب المعتمد لجماعية دولية للتصوير الرقمي وطبعا متخصص تجميل الأسنان وتركيبات التابعة أبدع كعادته في واحدة من مرجعيات التجميل الهم جدا المبنية على أنه ربما يكون التجميل ليس تجميلا ولكن تقبيحا وإعادة التجميل هي إبداع لأنه الإنسان بيبقى أحيانا يقول لك ما أنا تمام كده هعمل إيه تاني ما كفاية الكارسة اللي أنا فيها ما يمكن هعمل كارسة أكبر لكن ساعات الأمور بتختلف تماما زي ما شوفنا خليكوا دايماً بعض الدكتور